على قدم وساق يتخذ العراق إجراءات مستمرة في تطوير خططه العسكرية التكتيكية لمجابهة خلايا تنظيم داعش الإرهابي رغم هزيمته تقرير التحالف الدولي الجديد أفاد بتراجع في هجمات التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا خلال الأشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 68% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلا أن المتطرفين لا يزالون ينشطون في بعض المناطق بحسب قائد التحالف الدولي الحكومة العراقية وفي لقاءاتها المستمرة مع أعضاء التحالف الدولي وآخرها مع وزير الجيوش الفرنسية أكدت نهجها في اتخاذ ما يلزم من تعاون وثيق لتطوير المستوى الأمني ضمن نطاق التحالف الدولي وفي إطار المشورة وتدريب لرفع أداء القوات الأمنية العراقية والتأكيد على مواصلة التعاون في مجال التسليح وتبادل المعلومات وتؤكد حكومة بغداد على تنظيم العمل مع التحالف الدولي في العراق بالشكل الذي يتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب على عصابات داعش الإرهابية حيث تشهد المرحلة تناميا كبيرا لقدرات القوات الأمنية بمختلف صنوفها ووفق تقديرات نشرت في تقرير مجلس الأمن الدولي في شباط الماضي فإن لدى التنظيم بين خمسة ألاف إلى سبعة ألاف عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق وسوريا نحو نصفهم من المقاتلين وهو ما تأخذه الجهة الرسمية العراقية على محمل الجدية في الاستمرار بالتعاون مع التحالف للقضاء على براثن خلايا الإرهاب سيما في المناطق الرخوة أمنيا وتمتين الحدود العراقية للسورية والتي يؤكد خبراء أنها تحدي لا بد للعراق أن يضعه في أولوياته الأمنية لقطع دابر الإرهاب بأشكاله المختلفة من هجمات وتهريب عبر الحدود لعناصر إرهابية أو لعصابات مخدرات وأسلحة الذكر تقرير مجلس الأمن أن تنظيم الإرهابي بدأ بغسل أمواله من خلال استثمارات في أعمال تجارية مثل فنادق وعقارات في العراق وسوريا